السلام عليكم أنا أحمد المطيري سأبدأ شرح الترم هذا بإذن الله سأبدأ شرح الـ 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 ستطلب مننا أن نسوي الـ 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 هذه المتطلبات بإطلاق كل مرة أو أننا نسوي ناخذ البروجيكتي القديم حقنا ونعدل عليه نضيف عليه الريبي والفي لانز والاو س بي اف عموما الشيء هذا راجع لكم بس حنا نمشي على المتطلبات هنا نفس البروجيكتي القديم اللهم الزايد اللي هو الو لان كنترولر وطالبين ال اكسس بوينت لايت ويت اكسس بوينت التليفون ما في تليفون شيء كويس هنا فيه التيبولوجيز اللي بيسوي البروجيكت من جديد ويبدأ من جديد وفيه انكم تستعمل البروجيكت القديم طيب هذي كل النقاط اللي موجودة بالملف راح ابدأ بال بالباكت تريسر انا already سويت شبكة زي حق النتورك البروجيكت النتوركينا اللي سويته فقط اني اضفت اي بيات سويت لكم فيجر وزي كده عموما راح نبدأ بالاشياء المهمة اول شيء نبغى نسوي فيلانز نخلي هنا في فيلان معينة وهنا فيلان معينة وهنا فيلان معينة هلو هو مو شرط على نفس الطريقة اللي نسويها بس لسهولة يعني عشان اسهل عليكم وسهل على نفسي راح اشرح كده بوكس هنا بوكس هنا وبوكس هنا وراح يكون في بوكس هنا كل واحد عين او يتكلم عن فيلان معينة لو قلنا ان هذا فرضا هوتيل اي شيء بالحياة فنقدر نقول هنا بالبداية هنا نعين هنا تسهيل حط شكل في الكولور خلي ازرق نقول فرضا هذه نقول هذي راح تكون reception وهذي فرضا services او customer services وهذي راح تكون HR والmanagers والmanagement وكل شيء ليتني غيرت اللهم بسميهم خلاص عمشينا نعرف كل واحدة لا تسوي حاجة طيب راح نبدأ هنا بالبداية نفتح ال switch الأول نروح لل config نروح عند ال vlan database نحط النمبر حق ال vlan حقنا فانا فرضا بحط ال reception 100 ال name حقه راح سميه reception ريك نفس الشيء هنا نروح هنا config vlan database هنا قلنا services فانسميها نحط رقمها 200 أي رقم ميهم فانسميها services serve وهنا نفس الشيء 300 management mgt طيب هنا سوينا vlan هنا سوينا vlan هنا سوينا vlan لكن ما عيننا الأجهزة على نفس ال vlan فهنا في vlan لكن الخط هذا والخط هذا لازم نعينهم على نفس ال vlan فنجي هنا الخط هذا اسم fa02 والخط هذا fa03 فنجي هنا عند fa02 عند ال access هنا نضغط نحط نحط صح على مكانة reception بعد نجي عند fa03 نجي هنا نحط صح على مكانة reception هنا لازم هنا تكون access طيب فال switches هنا الخط اللي يشبك بين switch والراؤتر دائما لازم يكون trunk كذا دائما لازم يكون الخط اللي يشبك بين switch والراؤتر نحطه trunk خلاص كذا بيشتغل بدون أي مشاكل لو كان في switch عندكم مشبك ب switch برضو الخطوط بين switches وال والراؤتر ستكون trunk الخطوط بين الأجهزة تكون access وتكون على نفس الفيلان اللي حنا بنختارها فنسوي نفس الشي هنا نروح عند fa01 نخليها trunk fa02 نخليها هنا serve وfa نخليها هنا برضو serve نجي هنا مرة ثانية trunk هنا management management طيب الآن هذه هذه الحين تعتبر VLAN اسمها management هذه تعتبر VLAN اسمها serve أو services وهذه VLAN اسمها rec أو reception طيب هنا الحين نقدر نرسل داخل الشبكة successful بس برر الشبكة ما رح نقدر نرسل رح يقول لي fail لأن أول شيء ما في خط عرفنا عشان يعرف المكان هذا ولو في خط عرفنا أن الرسالة تقدر تروح من هنا للراوتر هذا برضو رح يقول error لأن نحط different VLANs فهذه الفائدة من OSBF والرب طيب نحن مطلوب مننا نسوي رب و OSBF المشكلة أن الرب هو نفس OSBF لكن زي ما أخذنا بسلايدات طريقة ثانية أو يستعمل الآلغوريثم ثاني لكن هو نفس يعرف الPC هذا من الPC هذا from different VLANs ف لو طبقنا OSBF ورب على كل الراوتر بصير بدون فائدة ف المفروض أن نطبق على بعض الراوتر OSBF وبعض الراوتر الرب طيب أنا هنا بخلي بين الراوتر هذا والراوتر هذا يطبق الرب حقنا ما أبغى يطبق OSBF الOSBF بخلي من هنا إلى هنا فنجي هنا عند الراوتر هذا ندخل عند CLI نكتب enable config T بعدين نكتب router rib بعدين نكتب version 2 خلاص الحين نطلع من هنا عشان نسهل على أنفسنا نجي هنا في config نجي عند الRIB هنا مكتوب routing version 2 الآن الRIBات اللي نحط هنا الRIBات اللي مشبوكة أو النتوركس اللي مشبوكة في الراوتر فأنا روتر 2 عندي النتورك اسمه 8 0 2 لكن هو النتورك النتورك ناخذ بدون أي إضافات وهنا 192 183 وهنا بما أن هنا أرقام الأجهزة في الأخير فنخليها 0 عشان نعرف النتورك هنا عرفنا النتورك خلاص عرفنا أن في الRIB هنا في 2 networks نفس الشي هنا نجي هنا في CLI enable config t بدأ نقول router rib بدأ نقول v2 v2 معنات version 2 بدأ ندخل على config ندخل على الRIB هنا مكتوب RIP routing v2 لازم نحط version 2 لأن لو ما سويت الكلام هذا راح يدخلكم على version 1 طيب هنا نجي عند router 2 ايش مشبوك معه يعني عشان يفيد هذا الراوتر مشبوك معه ثلاث خطوط أنا ما يحتاج عرف الثلاث خطوط أنا يحتاج عرف الخط هذا أن راح يستعمل الRIB الخط هذا ما راح يستعمل الRIB الأحمر اللي هنا وراء يصار الخط هذا اللي هنا 192 168 20 هنا أضفنا الخطوط اللي مشبوك مع الراوتر هذا المكان اللي يبغى يطبق الRIB الآن لو أرسلنا لسالة بيقول error نفس الشي يعني ما ما اختلف شي مع أن نسوين error ريب قسدي المفروض يعني أنه يقول successful بس فيه طريق فيه شي إضافي أن نعدل عليه بس بخلي للأخير الآن طبقنا هنا الRIB وهنا بنطبق الOSPF الOSPF لازم نسويه من command prompt هذا والCLI نيجي هنا نقول راوتر OSPF 1 الحين هندخلنا على الOSPF نقول network نحن بناخد الIP هذا 9 0 0 0 زي ما قلنا ما ناخذ الأرقام ناخذ بس الNetwork اللي هو الآخر رقم راح يكون يعبر عن الجهاز حسنا ما نبغى نبغى ناخذ الNetwork نفسه على أصلية هنا ناخذ يسمون الWildcard اختصار أنا بحث كثير عنها اختصارا يعني للجهد أي مكان فيه رقم هنا حطوا بدالة صفر يعني لو كان IP فرضا 192 18 30 فيصير خلنكمل الشرح بعدين لأنه فيه IP ثاني فنقول 9 00 00 هنا يصير بما أنه هنا فيه رقم في البداية يصير 0 بعدين 255 255 Area 0 لازم نكتب الكود زي كذا Area 0 نثبتها زي ما هي هذه استفنة ماسك الحين باش رح فأقول Network هنا عندي Network هذا IP ثاني أنا أبغى يتعرف عليه الOSBF الخط هذا أبغى يتعرف على Network هذا ويتعرف على Network هذا نحن أريد هنا عرفنا نتور هذا نبغى يتعرف على Network هذا فنقول 1 2 2 1 8 2 0 طيب هنا هل أسجل نفس ذا لا أي مكان فيه رقم أحط بدالة 0 فيكون 192 أحط بدالة 0 الـ 168 أحط بدالة 0 2 أحط بدالة 0 والمكان الصفر أحط بدالة 255 وأحط برضو Area 0 أنا غلطت كتابة Network المرض Network أوكي خلاص هلنا الآن ضفنا على الروتر هذا الOSBF عشان يتعرف على الخط هذا نجي هنا للخط الثاني نقول Enable Config T بعدين نقول له Router OSBF 1 نفس الشي Network 9 0 0 0 بعدين نقول له نفس ما شرحت 255 مكان لأصفار 255 Area نفسها 0 بعدين نقول Network 162 168 10 دقيقة هو شبك على طول أنا ما بغايش بك بسيال نقول له Network 162 168 10 بعدين نقول له 0 0 0 255 وسوي Area 0 خلاص كذا شبكنا الOSBF نفس الشي أتوقع رح يطلع fail أتوقع الآن يطلع fail يب ما رح يطلع successful هنا مشكلة الخطوة الثانية الآن عرفنا VLAN السويتش هذا يدخل على VLAN وعرفنا OSBF عرفنا طريق لكن ما عرفنا أن الراوتر هذا IP حقه أو الخط هذا يتبع VLAN معينة المفرض أن الخط هذا يكون داخل VLAN الآن الخط هذا ليس داخل VLAN فنجي هنا يش نسوي نروح عند الانترفيس اللي هنا و giga giga bit ولا giga يب ال giga bit ethernet zero نشيل ال IP اللي هنا نخلي بدون IP بعد ندخل مرة ثانية config t نقول انترفيس giga bit اللي اختصار ال g اختصار giga bit zero بعدين نحط zero zero point فرضا هنا كان عندي هذا 100 صح ايه فاقول 100 دعني تأكد كان 100 ولا كم لا 300 اوكي فأنا هنا احط الرقم اللي يبغاه هو ميهم لكن انا عشان سهل على نفسي احط ان هنا 300 عشان اعرف ان هذا الvilان حقه 300 300 اوكي فاقول ip address لا او شي اصوي encapsulation الان encapsulation هذا يربط الخط اللي هنا اللي موجود بين الراوتر والسويتش يربطه مع الvilان حقتي فاقول لا encapsulation dot one queue واحط رقم الvilان رقم الvilان 300 اذا سويت كده خلاص ربط الخط الان اعين الip address اقول الip address اللي هو هذا نفسه لازم حط سب نت ماسك بدأ اقول لا نو شت نو شت دون الان خلاص عرفت ان هنا الخط هذا مشبوك داخل الvilان هذه نفس الشي هنا برضو لازم اسوي نفس الشي بدأ اطلع هنا اقول interface gigabit 0.0 هنا 200 احط عشان اعرف ان هذه اللي بالنص vlan 200 فاقول encapsulation .1 q 200 بدأ نقول الip address 162 168 21 طيب هنا قال overlaps ليش قال overlaps لان انا عندي الip هنا هذا موجود لو كان موجود راح يقول لي overlaps فلازم نهتم ان نشيل الip هذا اللي هنا وارجع مرة ثانية اقول interface g0 200 بدأ اقول ip address 2 1 بدأ اقول non shot خلاص الان انا نفس الشي سويت في ال router 0 سويت router 1 بس بس عشان نتأكد انا شاب كذولي عن طريق الOSPF وسويت العين الخطوط هذه لنفس ال VLAN راح يقول اول مرة fail ثانية مرة راح يقول successful الان الان خلاص ربطت الفيلان هذي بفيلان هذي معنا هنا في الان 200 وهنا 300 بس قدروا يشتغلون مع بعض لاني سويت الOSPF وربطت الخط هذا في الخط switch الان نفس الشي نروح هنا نقول int نطلع هنا exit int g0 0 no ip address no ip address هذا الامر كأن يجي هنا وروح هنا واحدد واسوي مسح فبدال ما ادخل واسوي مسح من هنا من الconfig اقدر اكتب no ip address خلاص يشيله بدأ نقول interface g0 0 point 100 ليش point 100 لان انا عندي الvilان هنا 100 برضو مو شرط تحط 100 اقدر احط 50 ويشتغل معي بس انا عشان سهل على نفسي وما انسى بحط 100 فاقول encapsulation dot one q 100 بدأ نقول ip address 1 2 1 6 8 3 1 255 no shot الان هذولي مشبكين بالرب من هنا وهذولي مشبكين بال osbf الاجهزة الرب راح تشتغل الان المفروض successful بس الحين مشكلة ان ال osbf ما يعرف خط ال الرب اللي هنا فانا لو اسوي راح يقول لي fail direct راح يقول لي fail ايش ايش حل المشكلة هذي نجي عند الخط اللي بالنص اللي شابك بين هم حلو الحين حنا شابكين هنا osbf وهنا شابكين الرب اللي بينهم هذا مطبق الاثنين مطبق الرب هنا ومطبق ال osbf في الجهة حقته اللي صار فانا في امر لازم يسمونها read distribute ادخل عند router osbf one اقول read distribute rib subnet كده الان خلاص المفروض انه يشبك بينهم لكن يشبك بينهم عن طريق ال osbf لازم اروح للمنطقة اللي فيها الرب واخلي تعرف على ال osbf حقي الان انا عرفت ال osbf على الرب بس باقي الرب ما تعرف على ال osbf فاطلع exit اقول router rib واقول redistribute osbf one بعدين اقول metric one الان عرفت الرب على ال osbf وعرفت ال osbf على الرب طبعا هذه ال الاوامر نفس ما هي تنكتب هنا في osbf في الرب نكتب زي ما هي بس لازم ننتبه ان عند osbf نعرف شي اسم rib subnet وعند الرب نعرف شي اسم osbf one metric one على نفس الامر redistribute الان لو اجي هنا واسوي رسالة من هنا الى اخر شي راح يقول لي successful بالحركة هذه خلاص دمجنا 3 vlans مع بعضها وما اتبقي انها الا شي بسيط اللي هو light access point weight عشان ما اطول الشرح يصير طويل زيادة وصعب ارفعه فخلاص بوقف هنا وبعدين برجع يسجل مرة ثانية light weight وانشاء الله انها بسيط الاشياء الباقي هنا راح اكمل بدنا شرح light weight access point طيب مطلوب مننا two light weight access point لكن اشرح واحد خلاص هنا نفس الطريقة تطبقونا مرة ثانية طيب light weight access point يحتاج مننا الجهاز هذا 3504 نجي هنا من network devices نذهب الwireless devices نذهب 3504 نسحب هنا ويحتاج مننا اللي هو 3702i هذا light weight access point ونحتاج برضو لابتوب او pc او whatever نحط pc هنا ويحتاج server او او طيب اول شي نشبك هم سوا نشبك هذا كذا بعدا نشبك الخط هذا الخط هذا ونشبك server برضو نشبك pc هنا طيب نحط ip اول شي نحط ip لل pc 1 2 1 1 3 1 fast ethernet اخر جهاز اربع نسمي كذا الحين ندخل عند wlc هنا نحط رقم 5 ال ip 5 0 default gateway 1 dns نخلي 10 نجي عند server خل نحط config ip ونحط هنا 6 هذا فقط عين ip يعني مو قاعد نفعل شيء جديد بس عين ip ال light access point هذا اجي هنا افتح interface حق اسحب الشي هذا وحط هنا خلاص كذا يشتغل الخط طيب اول شي اروح عند server افتح services افتح dhcb اوكي اسوي ال on وحط معلومات الشبكة حقتي فانا عندي default gateway 3 1 كذا dns server انا حطيت 10 اوه ابغى يبدأ من كما ابغى يبدأ هذا اخر جهاز ضفت صح 6 فأبغى يبدأ من 7 هذا start ip address separate mask نفسه wlc address راح ناخذ ال address اللي هنا بنقول 1 2 8 3 5 كذا اظن ان اعدلنا كل حاجة max users اوكي كذا اعدلنا كل حاجة وتبع السيرفر طيب نيجي هنا نروح اندى ال desktop نفتح ال web browser نكتف ال url http بعدين نقطتين رأسيتين double slash بعدين نحط ال ip حق ال wlc ال wireless lan controller كانت كذا 5 ونسوي go ويبي لوقت شوية ويشتغل اوكي فتح طيب اول ما يفتح هنا نسوي create admin user نحط اي اسم اهم شي ما ننسى يعني فانا بسوي admin هنا نحط password برضو مفروض ما ننسى 10 مليد خالي بعدين فبسوي بكتب admin لشروط معينا لازم احط special character واشياء زي كذا اللي هو capital password must contain at least 6 characters including uppercase lowercase and numbers and special characters طيب فانا بحط admin at وسوي start العدادات اللي نبن نغيره هنا نسمي system name ففرضا انا نسوي هذه النتورك والشبكة للguests فاسميها guest طيب time zone ما يحتاج غيره management هو نفس الIP حق الWLC wireless lang controller صب نتماسك نفس ما هو default gateway نفس ما قلنا 1 بدأ نسوي next هنا احط الpassword حق الشبكة حقتي طيب انا حطيت الواحدة 8 اسوي next دقيقة هنا اسميها guest guest خليها guest network لا خلاص ما يحتاج لانه بتهلق فخلاص نخليها زي ما هي هنا على employee network نسوي next هذي ما نغير فيها شيء نخليها next ونسوي apply ونسوي اوكي الان بعين المعلومات اللي حطيتها هو بيطول كده بيقول saving the configuration خالص ما يحتاج تنتظرون اول ما تسوون هنا اول ما تسجون المرحلة هذه تغيرون عنوان الIP اللي فوق او الURL بدال http http تحطون https على نفس الURL بعد نسو go راح يفتح لكم الصفحة هذه اذا سويت هذي بدون ما تسوون الادادات اللي قبل شي سويتها راح يقول ايرو ما راح يطلع لكم الصفحة هذه wireless line controller هنا اسوي login على نفس username اللي سويته وعلى نفس الpassword الاول واحد سويت create وسوي login لان ننتظر يفتح مرة ثانية اوكي فتح اروح للويرلس هنا مفروض يطلع لي الويرلس اللي موجود في ال lightweight access point ليش مو طال لي لان المفروض ان السيرفر يعطي IP يعطي كل شي فانا عشان اخلي السيرفر يعطي IP يعطي معلومات ال access point هنا في WLC اخلي dhcb افتح ال access point واخلي dhcb الان السيرفر يعطي المعلومات راح يعين للمعلومات direct الان تعين المعلومات لو ارجع مرة ثانية ال pc وسوي refresh هنا طال عندي light access point خلاص الان lightweight access point تشغال على نفس الشبكة اقدر ادخل على ال WLAN هنا في الصفحة هذه اقدر اسوي new اسوي هنا go اسوي شبكة ثانية لكن انا اقتصر الوقت بستعمل الشبكة الاولى اللي موجودة سميت guest بالبداية اول ما سويت هذا اقدر اسوي هنا go اسوي شبكة ثانية ثالثة ورابع واضيف عليها access point مختلفة واضيف عليها نفس اللي في lab حق رقم خمسة او lab رقم ثلاثة نفس lab رقم ثلاثة نفس الشي ما ضفنا شي نرجع هنا مرة ثانية عشان نتأكد ان light wait access point شغال نفتح الPC نطفي ناخذ هذا نطلع ال AW هذا الشي يخلي wireless اروح عند desktop اروح عند PC wireless وسأروح عند connect اقول refresh انتظر الانترنت تطلع اقدر اروح الWireless direct بما انه بطول كذا الSSID اسميه نفس اسم الشبكة اللي عندي هنا في الPC هذا يعني انا هنا بسميها guest capital ااخذها نفس ما هي اروح هنا اروح للWireless اسميها زي ما هي capital بكل شي موجود اروح 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 خيار الخيار الثاني WBA شرطة BSK احط الرمز اللي انا حطيته اول ما سويت الشبكة انا حطيت من واحدة الثمانية خلاص كده اقفل وديركت رحي شبك الآن اوكي شبك خلاص الآن ديركت الBC شبك اعطاه IP من السيرفر يعني الآن بدون اي مشاكل طيب انا الآن ضفت الشبكة هذه بره الVLAN انا افضل افضل بما اني سويت guest خلاص ال guest اخليه بره الVLAN وخليه زي ما هو مكان يعني خلاص هو بره الVLAN ما يحتاج يدخل داخل الVLAN لكن في طريقة اضيف في الVLAN اروح عند حق السيرفر اللي هنا ادخل السيرفر داخل الVLAN خط سيرفر FA6 اخلي access احط على الVLAN حقتي راح يطفي شوية هنا الخط هذا اخلي داخل الVLAN برضو F05 خليه على access على REC وبرضو الخطة هذا خليه داخل الVLAN 4 لا صبر على المفروض كله يعني تكون داخل الVLAN لو ارسل رسالة من هنا ل هنا successful لان خلاص داخل داخل الVLAN حقتي اللي انا سويت هذي بما ان داخل داخل الVLAN صار تعرف على الرب هذي وتعرف على كل شي خلاص اقدر رسل من اي مكان ابغى انا افضل اذا بتسوون جست خلاص تخلونا بر الVLAN عشان الVLAN يكون ما يدخل على معلومات فرضان انا عندي reception هنا عندي هنا customer services عندي هنا management فما ابغى الVLAN يدخل على المعلومات هذه او يسوي بنك يعني المفروض انه ما يسوي بنك من هنا الهنا بس بالنهاية اشي اراجع لكم انا بس اعلم لكم الطريقة كيف اضفون هالVLAN اذا ما تنظفون هالVLAN نفس ما قلت تجون عند كل الخطوط وترجعون ها زي ما هي وما رح ينضف في الVLAN حقتكم بكذا بإذن الله خلصنا البروجيكت كامل ان شاء الله انه كان بسيط ترى الaccess point تقدرون اضفون هنا واحدة هو المطلوب اكثر من واحدة بس شي راجع لكم زي ما قلت اعيد وكرف المقطع اول قلت اول تسجيل السابق قلت مشارطة مشون على نفس التبالج حقتي انا تراهين مرة مسوي شي بسيط المفروض ان هذا مرة يعني ما يشتغل معكم او ما تقدمون زي كذا كل واحد يشتغل على التبالج حقته وعلى الطريقة حقته اللهم بس يطبق الاشياء اللي انا شرحتها بالنسبة للربط بين الOSPF والRIB لو كان عندكم راوتر ثاني وراوتر ثالث مشبوك RIP وOSPF نفس الطريقة يعني هنا في راوتر مشبوك كذا كذا من فوق يعني نفس الشي ما اغير حاجة اسوي نفس الخطوات اللي تعلمت هنا وبما انه مشبوك بين OSPF وRIB اسوي redistribute نفس ما سويت هنا في الراوتر هذا وفي اضافة بعد انه اذكر كأنه كان مطلوب انه داخل الراوتر نحط باسورد ونحط اشياء ثانية لكن الراوتر شغلتها بسيطة مرة يعني لو تفتحون حتى في اي موقع كذا تكتبون كيف سوي باسورد للراوتر كيف سوي باسورد للسويتش بيطلع لكم بس انا عشان ما بيطول الشرح ولا بيطول المقطع بزيادة كذا خلصنا وبتوفيق لكم